استمراراً مع هذا الملف ونفس اللي حضرتك بتقوله الوطن وصفحة واحد الحكومة أولوية في الموازنة الجديدة لحماية الاجتماعية لسه اللي حضرتك كنت بتقوله بالضبط إنها هيبقى فيه أولوية في الموازنة الجديدة إن شاء الله الحماية الاجتماعية واستمرار الإصلاحات الهيكلية رئيس الوزراء طبع كرارات فضل منزعات الاستثمار ومهلة أسبوعين تنفيذ الواجبة منها يعني بنتكلم في نفس الملامحة الرئيسية المشروع موازنة العامة للعامل المالي الجديد 20-23-2024 اللي من أهمها وحن نتوقف عندها الحماية الاجتماعية واستمرار الإصلاحات الهيكلية قصة مصر تعرضت في خلال 8 سنوات لبرنامج إصلاح اقتصادي هيكلي كانت إجراءات قاسية وتعرضنا في خلال تنفيذ البرنامج الإصلاح الاقتصادي لأزمتين عالميتين أزمة الأولى أزمة كورونا أزمة تانية طبعا أزمة روسيا أوكرانيا فلو ده ما حصلش كان الوضع هيبقى مختلف بالتأكيد التدخل الدولة من خلال الموازنة العامة للدولة وتحديدا تخصيص اعتمادات واضحة تماما اللي أعلنه الرئيس في المينيا الأسبوع قبل الماضي من إجراءات ده هدفه الأساسي حماية اجتماعية بحث زيادة المرتبات زيادة الحد المعشات طبعا حد الإعفاء الضريبي الحد الأدنى للأجور فكلها لحماية الطبقات المحدودة الداخل أو الطبقة الوسطى المصرية الحاجة التانية تكافل وكرامة أنه الدولة فيه بتخصص مبلغ كبير جدا لأربعة ونصف مليون أسرة في تكافل كرامة يعني ما حوالي عشرين مليون مصري فده طبعا رقم كبير في الموازنة العامة للدولة الدعم المواد البترولية مازال فيه دعم كبير للمواد البترولية الدعم المخصص لرغيف الخبز ده دعم بشكل كبير جدا فالدولة فيه البرامج الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة بتصل لأرقام كبيرة جدا كانت قلت لكن مع الأزمات تصعد الأزمات العالمية الرقم زاد وتجاوز 150 مليار جنيه فبالتالي المخصصات طبعا كبيرة على الموازنة للدولة احنا إرادتنا مازالت محدودة الحقيقة ومازال مصرفاتنا كبيرة احنا المصرفات بتاعتنا بتزيد حوالي ربع أكتر من ربع الإرادات فبالتالي لما يبقى الموازنة الأخيرة كانت رليون ونص إرادات كانت مصرفاتنا 2 تريليون فبالتالي مازال فيه عجز في الموازنة بيقل طبعا مع الوقت ومع البرنامج الأصلاح الاقتصادي قل كتير العجز في الموازنة والمستهدف أنه يقل أكتر لكن مش على حساب الحماية الاجتماعية